صباح فرل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله هيكون قدام المقاولين العرب ضمن مؤجلات الدوري اللي عندنا كتير جداً هيتلعب إن شاء الله النهاردة الساعة 9 بالليل على استاد بيترو سبورتو وبنفكركم بالستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن أيمن شاوقي ونجوم بالستوديو يلا بينا فرينا بيدخل ماتش النهاردة هو بيحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة والمقاولين في المركز اللي 14 برصيد 29 نقطة حياة المقاولين بيمر بفترة صعبة جداً ومكسبش من يوم 19 مايو لما كسبت الإسماعيلي وبعدها تعادل مع اسموحة ومصر المقصة وآخر ماتش خسر من طلاقع الجيش نيجي بقى الماتش بتاعنا اللي كان في الدور الأول كان مباراة صعبة جداً جداً والمقاولين تقدم علينا 2-0 في الشوت الأول لكن قدرنا نرجع في الشوت الثاني وبنكسب 3-2 الماتش طبعاً هيكون صعب رغم الظروف الصعبة اللي بتمر بيها فرقة المقاولين لكن احنا عندنا ثقة في فرقتنا ان شاء الله ان هم يعملوا ماتش تاني كبير بعد مباراة سموحة اللي كان أداء الفريق فيها كان كويس جداً ومستر بيتس ومسيماني طبعاً بعد ماتش بيرامدز لما قال أنا مش هنام بعد الماتش ما كانش بيهزر وكان حقيقي جداً وكل حاجة وعد بيها بانت في ماتش سموحة ماتش سموحة كان لنا فيه إيجابيات ومكاسب كبيرة جداً أولها طبعاً هو الخروج بكلين شيت وده يا جماعة إذا أقول لكم أول كلين شيت للفريق في مسابقة الدوري من 10 مايو لما كسبنا الإسماعيل 2-0 وبعدها ما كناش قدرين نحافظ على كلين شيت في الماتشات المحلية كنا بنعملها في أفريقيا لكن محلياً ما كناش بنعمل ده في ماتش سموحة قدرنا نكسب 4 ونخرج بكلين شيت أنا بالنسبة لي ده أكبر مكسب للمباراة والمكاسب الثانية كانت كتيرة جداً زي حسين الشحيات اللي بيواصل التقلق وبيسجل للمباراة الثالثة على التوالي وإطلقاله هدف أكتر من رائع قدام سموحة لكن هنقول إيه بقى في الحظ والأفصايد اللي اتحسب ومحمد شريف كمان بيواصل التقلق قعدته يعني في الفترة الأخيرة ومشاء الله عليه يعني وصل ل 11 هدف في مسابقة الدوري لحد دلوقتي مكاسب سموحة كانت كتير برضو بالاطمئنان على علي لطفي الحارس البديل اللي نزل مكان محمد الشناوي مع بداية الشوت الثاني والحقيقة عمل مباراة رائعة وقدر برضو يحافظ على الكلين شيت اللي عملناه في الشوت الأول ونخرج بشباك نظيفة قدام فرقة سموحة القوية اللي كانت بعيدة تماماً عن مستواها بعد ما خرجناهم خالص برا المباراة الفترة اللي فاتت الحمد لله الحمد لله يعني نمسك الخشب الفرقة ابتدت ترجع تاني زي ما شفنا محمد محمود رجع للتدريبات الجامعية بعد فترة غياب طويلة جداً وبنتمنى له إن شاء الله يفضل مكمل وربنا يبعد عنه شر الإصابات إن شاء الله هو آه مش هيكون موجود معنا النهاردة ولا يعني هيحتاج شوية وقت على ما يخش في المباراة لكن الحمد لله هو رجع التدريبات الجامعية بصورة كاملة وإن شاء الله إن شاء الله يفضل مكمل معنا كمان بدر بنون هيرجع النهاردة للقايمة بعد ما غاب عن مباراة سموحة الأخيرة للإقاف وهيكون متواجد معنا إنما محمد هاني لسه برضو هيكون غايب النهاردة للإصابة وبنتمنى له طبعاً الشفاء العاجل وطبعاً كابتن وليد سليمان لسه برضو بيجهز ومش هيكون معنا واحتمال كده يسافر مع الفريق في المغرب إن شاء الله عشان نهاية أفريقيا الفريق الحمد لله ماشي بشكل كويس دلوقتي في مسابقة الدوري وزي ما قلنا في ماتش بيرامدز إن التعادل ده جي في توقيت مهم جداً عشان الفرقة تقدر يعني تقف على الأرض شوية والثقة أو يعني حالة اللي الناس وصفتها في الغرور إلى حد ما ما تكونش موجودة قبل مباراة نهاية أفريقيا المهمة يوم 17 إن شاء الله وده اللي شوفناه ماتش سموحة نتمنى النهاردة برضو قدام المقولين إن إحنا نفضل على نفس الروح دي ونفس الكتالية دي ونفس التقلق من نجوم الفريق إن شاء الله النهاردة ونقابلكم إن شاء الله يوم الحد قبل مباراة المقاصة الأخيرة في الدوري قبل ما نروح بقى للمغرب إن شاء الله يوم 17 وإنهائي دوري أبطال أفريقيا والبحث عن النجمة العشرة إن شاء الله ويلا يا أهل اشتركوا في القناة